اشتركوا في القناة 27 كيلو مترا إلى 30 كحد أقصى بغض النظر عن حجم هذا الهتف كما وبإمكانها أيضا التعامل مع الصواريخ الباليستية والمجنحة والتي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية وهي الوحيدة في هذا المجال حيث تصل سرعة الصاروخ إلى 2800 متر في الثانية هذا بالإضافة إلى المقاتلات الحربية بكل أنواعها وطائرات الشبح الأمريكية ليست استثناءا من هذه المعادلة تم تصنيع المنظومة في مجمع ألماس أنتاي للصناعة العسكرية وكان أساسها منظومة أس 300 بإمكان المنظومة هذه أيضا وبزمن تشغيل يبلغ خمس دقائق معالجة ستة أهداف وفئان واحد ويصل مدى هذه المنظومة إلى 600 كيلو متر زويد الجيش الروسي بها لأول مرة عام 2007 لكن من يستخدم بالفعل منظومة أس 400 اليوم الجيش الروسي والجيش الصيني بالتأكيد كما وقد وافقت موسكو مؤخرا على تزويد المملكة العربية السعودية بهذه المنظومة وذلك خلال زيارة الملك سلمان بالعبد العزيز إلى روسيا كما وتجري مباحثات مع تركيا على تزويد الأخيرة أيضا بها أما منظومة ثاد الأمريكية فهي المنافس الوحيد للمنظومة الروسية لكن بإمكانيات أقل كما يقول المراقبون هذه المنظومة من نوع أرض جو وهي نظام قابل للنقل والنشر بسرعة وبعكس منظومة أس 400 لا تحمل صواريخ ثاد أي رؤوس حربية لكنها تعتمد على طاقتها الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة يتم تصميم وبناء وتجميع نظام ثاد من قبل شركة لوكهيد مارتن للأنظمة الفضائية وتعمل كمقاول رئيس لها سرعة الصاروخ فيها تصل إلى 2800 متر في الثانية وبمدى يتجاوز بقليل 200 كيلومتر أي ثرث مدى منظومة أس 400 وهي أيضا بحاجة إلى أكثر من خمس دقائق للتشغيل الإمارات تعد الدولة العربية الوحيدة التي عقدت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء هذه المنظومة بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي فيما تبقى منظومة أس 400 الروسية غاية لكثير من الدول لما تمثله من صمام أمان يسعى الجميع لامتلاكه في عالم تخيم عليه أزمات سياسية عنوانها الأبرز الأمن والدفاع